يتعرض وفد النظام الإيراني المشارك في مجلس حقوق الإنسان والمنعقة حاليا في جينيف بدورته الـ 31 لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية لما تقوم به إيران من أعدامات واعتقالات ضد المدنيين باعتبار مسؤول الأديان في الأمم المتحدة أرى أن إيران تمارس قمعا ضد الأديان والطوائف الأخرى وهذا ما يتنافى مع قوانين حرية الأديان مدافعون عن حقوق الأقليات في إيران عقدوا ندوة أن عرضت فيها شهادات لبعض المعتقلين والسجناء السياسيين استطاعوا أن يهربوا من بطش النظام الإيراني كل مساوى النظام الفاشي النازل الذي كان لأوروبا والعالم الآن متجدد في نظام لا يتفقه نفس النموذج وأسوأ من أعدامات، انتهاكات، تصدير الثورة، قتل الشعوب، جرائم حرب ضد الإنسانية كما عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان ميليشيات إيران تنشر الإرهاب وتطرف في العالم العربي وقدمت وثائق عن الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحزب الله في لبنان وسوريا إضافة إلى الميليشيات الطائفية الموالية لإيران في العراق واليمنى هذه الانتهاكات التي ترتكبها إيران والتي ترتكبها ميليشيات إيران بحق الدول العربية هي انتهاكات إرهابية، هي انتهاكات تخالف القانون الدولي مجلس وزراء الداخلية العرب كما مجلس وزراء الخارجية العرب أدان هذه الانتهاكات صنف حزب الله اللبناني على أنه ميليشيا إرهابية وطالبت المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان بالضغط على مجلس الأمن لإصدار قرار أممي بساحب سلاح الميليشيات الإيرانية من الدول العربية لأنه يمثل سلاحا منفلتا وخار لسيطرة هذه الدول جرائم إيران العابرة للحدود وانتهاكات حقوق الإنسان يضعها الحقوقيون والنشطون المدنيون أمام مؤتمر الأمم المتحدة من أجل إيقاف الاعدامات والانتهاكات الخطيرة في السجون الإيرانية سعد المسعود العربية داخل منظمة الأمم المتحدة جنيف